اشتركوا في القناة وصفت بأنها كانت تعيش منعطفا خطيرا ومهما من تاريخ هذه البلاد ذلك هو آفراسياب ذلك الفتاة الشاب الذي لا نعرف عن حياته الأولى الكثير سوى أنه كان يعمل في الفرقة العسكرية العثمانية المعروفة بقوات الانكشارية في مدينة البصرة وهو في أصله بصري من منطقة الدير في شمال مدينة البصرة وهي منطقة معروفة عمل في القوات الانكشارية كاتبا للجند يعني ليس مقاتلا وإنما كاتبا يعني تولى وظيفة إدارية في ضمن فرق الانكشارية والانكشارية هو من جيش العثماني وأكثرهم من المشات والرجل كان يعني يؤدي عمله الإداري في هذه الفرقة شاء الظرف الذي ظهر فيه أن تتعرض ولاية البصرة وهي ولاية حديثة التأسيس على يد العثمانيين إلى مشاكل مالية كثيرة البصرة كانت بعيدة عن الدولة العثمانية كانت هناك أزمات اقتصادية متتالية أدت هذه الأزمات إلى عدم تمكن والي البصرة واسمه درويش علي فاشا من أن يدفع رواتب جنده وتفاقمت الأزمة وزادت أزمة الرواتب إلى الحد الذي جعل القوات الانكشارية يعني يبدون شيئا من التمرد أو شيئا من العصيان وباتت الظروف تنذر بأخطار وبيلة إذا ما قام هذا التمرد على نطاق الواسع والوالي كان عاجزا عن أن يدفع لهم رواتبهم في هذا الظرف تحرك أفرسياب هذا وعرض على الوالي علي درويش فاشا أن يقوم بعقد صفقة معهم وهو أن يشتري ولاية البصرة هذا أمر غريب لم يحدث من قبل ولا من بعد أن يشتري كاتب للجند ولاية البصرة بأن يدفع هو الرواتب لو أن يدفع الرواتب وخلاص ننهي المشكلة فالوالي حقيقة على ضحالة فكره يعني رضي بهذه الصفقة وأخذ عددا من المقابل مبلغ كبير يدفعه أفرسياب أخذ المبلغ وسلمه الولاية وخرج هذا الوالي وهو يظن أنه فعل خيرا فما أن وصل إلى أسطنبول إلى عاصمة الدولة العثمانية حتى كان حتفه بانتظاره إذ أعدم شنقا لأنه فرط بولاية هو مؤتمن عليها إلا أن أعجب هناك وبهذا استقل أفرسياب بحكم البصرة بحكم ما أنفقه من مال في شرائها الفترة التي حكم فيها أفرسياب كانت فترة حقيقة يعني مهم فعلا يعني وموطن الأهمية أن هذه الفترة يعني كانت البصرة تعيش مجموعة من التحديات هناك قوى أوروبية تتنافس فيما بينها في إيجاد موضع قدم لها في مدينة البصرة كان هناك أيضا محاولات إيرانية للسيطرة عليها كانت الدولة العثمانية نفسها ما تزال تنظر إلى البصرة على أنها ولاية انسلخت عنها بهذه الطريقة كان هناك عشائر كثيرة حول البصرة ملوا وكانوا سابقا في ثورة يعني ضد القوات العثمانية وكان عليه أن يلعب على كل هذه الأوتار وفعلا أبدأ أفرسياب مقدرة فائقة لم تكن متوقعة من رجل يعني خبراته في مجال الحكم والإدارة محدودة يعني هو من كاتب جند ورئيس قلم في الفرق الانكشارية إلى أن يكون حاكما ودبلوماسيا نبيها استطاع أفرسياب أن يكسب أولا ثقة الناس ثقة الشعب وهذا ما ينبغي أن يفعله أي حاكم يأتي إلى بلد ليحكمه استمال وكسب ولاء الناس القبائل التي كانت تثور بين حين وآخر على الولاة العثمانيين أصبحت مؤيدة له لا سيما القبائل التي في منطقة الأهوار في منطقة الجزائر أو منطقة الشبايش والته وأيدته السكان في مدينة البصرة استطاع أن يكسبهم إلى جانبه فأيدوه وانحازوا إليه خلال وقت قصير تمكن أفرسياب هذا من أن يكون زعيما وطنيا حقيقيا في ضرف لم تكن الوطنية واضحة القيم الوطنية لم تكن واضحة في ذلك الوقت تحديات وثورات وتأعمال تمرد وغير ذلك لكن الرجل كان رمزا مبكرا من رموز الوطنية أيده الجميع وأثبت للجميع أنه الأقدر على تولي شؤون ولاية كانت إلى وقت قريب تعاني من أزمات مالية وأزمات أمنية خانقة تمكن من ذلك كله وبدأ بإقناع العثمانيين بأنه هو الأقدر على أن يحتفظ لهم يحتفظ بهذه الولاية مقابل أن يبدي شيئا من التأييد الشكل للدولة العثمانية يعني أيضا كانت هذه فطن منه أنه لم يبدأ حكمه بمقارعة والصراع مع الدولة صاحبة السيادة آنذاك وإنما بدأ أكثر مجاملة وأكثر دبلوماسية هدأ يعني الموقف بأنه أعلن أنه يعني يؤيد هذه الدولة وهو يعمل يعني من خلالها لكنه في الحقيقة كان يعمل من أجل الاستقلال لأن كل أعماله اللاحقة دلت على أنه كان ينشد استقلال بلاده واستفاد في تلك الفترة من ظرف نوعا ما كان مؤاتيا له وهو التنافس بين القوى الإقليمية حوله فحاول أن يوازن بين هذه القوى كان البرتغاليون كان الهولنديون الإنجليز بدأوا يعني يتسللون بشكل دبلوماسي وتجاري لأن يوجد لهم نفوذا في هذه المدينة فكان يعني يوازن بين هذه القوى حتى يضمن ولاء هؤلاء لحكومته وبل أنه شجع التجارة مع هذه الدول مع أساطيل هذه الدول وسمح بإنشاء وكالة إنجليزية في البصرة تقوم برعاية نشاطات هذه الدولة التجارية فاستفاد من هذا وفي نفس الوقت حينما قام أمير الحويزة من الدولة المشعشعية العربية التي كانت هناك كان أمير الحويزة يعني يشعر بمنافسة مع أفرسياب ولكن أفرسياب استطاع أن يبرهن له أن التحالف معه أكثر فائدة وجدوى من الصراع وأشعره بأن البصرة في عهده ليست هي البصرة في عهد العثمانيين وأن قوتها أصبحت أكبر من أن يتصدى لها هذا الحاكم أو ذاك بحيث أن المؤرخين يذكرون أنه أمر ببناء ثلاثة آلاف سفينة طبعا هذا الرقم كبير جدا ربما هو أنشأ زوارق يمكن أن تصلح في معارك متوقعة أو أن الرقم فيه مبالغة لكنه بالمضمون أنشأ أسطولا كانت البصرة أشد ما تحتاج إليه في ذلك الظرف فأشعر منافسيه وعلى رأسهم أمير الحويزة بأنه أمام سيكون أمام في قوة يمكن أن تلحق به الأذى ففضل أن يتحالف مع أمير البصرة آفراسياب حتى أننا وجدنا أن الوثائق العثمانية نفسها تسمي حكومة آفراسياب باسم لافت للنظر لافت نظري في بعض هذه الوثائق حكومة البصرة العربية أو الحكومة العربية في البصرة ذلك أن كل القوى التي كانت يعني هناك كانت تمثل آفراسياب وتمثل أسر البصرة وعشائرها و الحكومة التي كانت تحكم البصرة كانت تستحق فعلا أن تسمى بهذا الاسم آفراسياب هذا كان يدرك ضرورة إذن يعني ضرورة أن تكون للبصرة قواها العسكرية التي يمكن أن تدافع بها عن استقلالها فأنشأ جيشا جديدا يمكن أن نقول هو أول جيش وطنيا في العراق منذ قرون يعني منذ أن احتل المغول العراق وتوالى المحتلون المغول والجلاريون وغيرهم وغيرهم وثم العثمانيون هذا الجيش كان هو أول جيش يمكن أن نسميه جيش وطني يعني اعتمد على قوى محلية وعلى تمويل محلي وعلى تطوع أبناء العشائر وأبناء البصرة أنفسهم قدر عدد القوة الضاربة في هذا الجيش بنحو ثلاثة آلاف مقاتل لكن هذا الرقب لا نستهين به اليوم في ذلك العصر كان الألف والألفان من الجنود يمثل جيشاً يعني يخشى بأسه هذا الجيش القوة الضاربة عدد القوائل المتحالفة والمساندة كانت تقدر بنحو ثلاثة آلاف مقاتل وقد أدى هذا الجيش أدواراً مهمة في حروب شاقة في مناطق الأهوار وفي مناطق يصعب فيها القتال كما تعلمون القتال في مناطق في مناطق المستنقعة والأهوار شاق لأن الجندي لا يجد أرضاً يسير عليها ولا يعني يجد زورقاً يقله من مكان إلى آخر هو علي أن يخوض في أرض موحلة وفي ظل ظروف صعبة يعني هذا معروف عالمياً حروب الأهوار هي من أكثر الحروب تكلفة لكنه نجح من خلال هذا الجيش الفتي أن يلحق هزائم بكثير بخصومه وأن يثبت لهم أن هذا الجيش هو جيش وطني تماماً لم يكن جيشاً عثمانياً ولم يكن جيشاً إيرانياً ولم يكن جيشاً أوروبياً ولم يستفد من هذا كله وإنما اعتمد على القوى المحلية في البصرة وجوارها كان أيضاً مما يحسب له كان رجلاً اقتصادياً لأنه تمكن من تنشيط الحركة التجارية في البصرة بعد خمول من خلال تشجيعه التجارة العالمية أو الأوروبية مع البصرة من خلال تشجيعه للتجار على العمل على المتاجرة على التصدير وماذا كان يصدر من البصرة آنذاك المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها التمور فشجع زراعة التمور زراعة النخيل أو تكثير زراعة النخيل وشجع عدداً من المحاصيل زراعة بعض المحاصيل المهمة التي يمكن أن تصدر إلى الخارج فنشط هذا من اقتصاد الولاية البصرة وتوابعها التي تشمل حقيقة منطقة واسعة من جنوب العراق ليست هي مدينة البصرة وإنما مناطق الأهوار والعمارة وجزء من الناصرية هذه المناطق كلها زاد نشاطها الاقتصادي من خلال سياسته الاقتصادية في مجال التجارة وفي مجال الزراعة من ناحية أخرى أثبت بحسن إدارته أنه كان قادرا على حماية السكان في وقت كانت البصرة تعيش أنواعا من الفوضى قبله وطد الأمن وطد الأمن وهذا بحد ذاته كان يشجع الوكالات الأجنبية والتجار الجانب إلى الإقامة وممارسة نشاطاتهم التجارية في هذا المكان في البصرة وقد نجح في توطيد الأمن فعلا بحيث أشعر خصومه بأنه يبقى هو الأجدر بحكم هذه البلاد طالما أنهم لم يستطيعوا هذا وفي أول خصومه كان العثمانيون الذين وجدوا أن البصرة تنسلخ من أيديهم بهذه الطريقة التي شرحناها ومع ذلك كانوا يتهيبون من إرسال الحملات إليه خاصة في الفترة الأولى من حكمه لأنه وجدوه قادرا على حماية البصرة مثلا من الخطر الإيراني أو من الأخطار الأخرى كان هناك يعني متربصون لكن العثمانيين وجدوا أن هذا الفتى البصري الكفوق الداهية في شؤون الحكم وفي مجال المجالات العسكرية كان قادرا على أن يبقي البصرة على الأقل بعيدة عن هيمنة الدول الأخرى فأقنعهم بجدوى بقائه في الحكم كل ذلك حقيقة كشف لنا يعني هذا الدور المهم الذي أداه لكنه حينما توفي كان الجميع يعتقدون أن وفاته ستكون سببا في أن تعود البصرة كما كانت قبل توليه ولكنه حظي بحاكم من أولاده وهو علي الذي منح لقباشة يعني الدولة العثمانية أقرت أسرته في الحكم رغم أن فيها يعني كانت مضبرة إلى ذلك لكن أقرته في الحكم لما أبداه من كفاءة وحسن إدارة فمنحته لقباشة وبالتالي نال شرعية الحكم في نظر خصومه السابقين الذين انتزع منهم الحكم وحقيقة سيرة علي باشة ابن أفرسياب لم تكن تقل عن سيرة أبيه من حيث الدهاء ومن حيث البأس الذي أبداه وكان فضلا عن ذلك أديبا كاتبا شاعرا لأني عثرت على مخطوطة في بعض خزائن المخطوطات في بغداد له بقلمه في قصص الأنبياء لكن الأسلوب الذي صيغت به أسلوب عالي المستوى يعني كان أديبا بالعربية تماما وهذا المخطوط لم يحقق ولم ينشر لكنه يبقى دليلا على المستوى العالي الثقافي العالي لهذه الأسرة ولعلي باشا ولسلفه آفراسياب ومما يتصل بهذا أن آفراسياب وابنه علي باشا ثم حسين باشا اللي جاء من بعد علي شجعوا الآداب العربية في في مدينتهم قصد الأدباء فتح الله الكعبي وعبد علي الحويزي وغيرهم من الأدباء العرب وجدوا في في البصرة مجالا للحياة الأدبية شجع الآداب وقرب أولئك الأدباء وأزل لهم العطاء وشجعهم ومكنهم من خلال ما أبداه لهم من عون ومن أمن أن يقوموا بأعمال أدبية كبيرة يعني عبد علي الحويزي كان شاعرا كبيرا وكان موسيقيا وكان وجد في الحياة في البصرة المجال الأمثل للعمل وهكذا فعلى الآخرون وظهرت أولى المؤلفات في تاريخ البصرة في هذا الوقت وجدوا في هذه الحكومة ما يستحق أن يسجلوا أخبارها وبالتالي شجع الأعمال الأدبية والتاريخية وغيرها إذن بخلاصة ما حاولنا أن نجمي له هنا نقول أن البصرة عاشت نحو من سبعين سنة وهي تعيش في استقلال شبه كامل يعني عدى الولاء الاسمي للدولة العثمانية كانت تعيش يعني نوعا من الاستقلال شجع فيه أفرسياب وأبنائه التجارة العلم الأدب الزراعة بناء الأسطول قام بكل ما يمكن أن يقوم به مؤسس دولة حقيقي لكن العثمانيون بعد أن يعني استقر لهم الأمر بدأوا يجهزون الحملات للقضاء عليه وفعلا حملة مرتضاء باشا وحملة إبراهيم باشا وبدأت الحملات تتوالى إلى أن استطاعوا القضاء على هذه الحكومة الفتية التي أثبتت أنها قادرة أن تحقق السيادة في ظل أصعب الظروف وأكثرها حرجا إلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته